أخلاقكم 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 طربيتكم إنما الأمم المكارم الأخلاق هاي عندي شهادة ما كانش مشكلة هاني قلت في قسنطينة وفي باتنا وفي الخروبة وجيت من الصربون الحافظ إبراهيم شاعر النيل والعلم إن لم تكتنفه شمائل الأخلاقي كان نهاية الانلاقي معنى ما ندره بك معنى ما ندره بشهادتك إذا كان شهاده ما كانش أخلاقه ما كانش تربية وما كانش المعاملة الحسنة وش ندره بشهاده هذه وقالوا هاتم ربي ولا قاري هاتم ربي ولهذا أباؤكم أباؤكم أمهاتكم اللي هما ماتوا الله يرحمهم واللي هما على قيد الحياة الله يطول عمارهم أمهاتكم مقرأة في حتى جامعة وامك أمك إلى رأي مات الله يرحمها وإذا رأي الله يطول في عمارها أمك مقرأة في جامعة قسنطينة أمك مقرأة للبخار إلى مسلم أبويك هذا كالراجل التراس الحر هذاك مقرأة لا في زيتونة ولا في القيروان ولا في الأزهر مقرأة الأصلاً تعم ربي أبويك ما كانش يهز عينه في وجه باباه إجلالاً وإكباراً وشم الأنوفي طالع للعقبة لسمى شم الأنوفي من الطراز الأولي رجال وحياة ودين وكان فيهم واحد حاجة ليهم ما كاف فيهم الصدق والنية بنيته وبنيه فلاح بادية ريف وصح تعزم عليها راجل وليذا كاين كاين الذكور وكاين الرجال ومن خلطوش هذي بهذه وليذا ربي قال هذي المؤمنين فيهم رجال وفي البيوت قال أذنى أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صالي قال رجال وفي التوبة قال فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحبون الطاهرين الأخلاق الطربية لحياة لزه إحما سوى المرأة ولا الرجل وليذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما حفظ الناس من كلام النبوة الأولى هذا في النبوة الأولى في الأنبياء قبل للنبي إن لم تستحي هذه رأي تقولها كل الجزائر إن لم تستحي فاصمع يا بس هذا ميدانيا أروحنا أنت نجسدها ميدانيا نعمل بها قالوا على سيدنا عليه الصلاة والسلام قالوا كان أشد حياءا من العضراء في خدرها الخدر أنت حيال اللبويتة لتوليليها لتلقو فيها هكذاك تحشي من العضراء الطفلة الصغيرة هذه من حيائها وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الخلق الحية واش قال؟ قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلىها لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأذى من الطريق قال والحياء شعبة من الإيمان هو واحد يكون دير حجر النظر للغلو يحشم على أصلك يحشم على دينك الحشمة الوقار الإحترام كيف أعاملك؟ كيف تعاملني؟ شكلم يتقولوني؟ واش نقول لك؟ السبان هذا والشتم هذا اللي ولا ظاهرة في مجتمعنا السبان هذا سبان الدين وسبان ربي وسبان الناس والقول الفاحش هذا المنتشر الآن والأمور هذه الغريبة التي لم نكن نسمع بها عند أبائنا الأولين ناجمة عن ماذا؟ غاب الحياء غاب الحياء ولما رح الحياء أي نتيجة في إديك ولهذا نعول على ماذا؟ رأس الأمر توحيد الله واتباع الرسول الكريم والعمل بالشريعة والأخذ بمكارم الأخلاق هذه الدعوة إلى الله هذه الدعوة إلى الله الناس ناس لي جوا لي جوا بالإسلام لهذه البلاد باش جوا جوا بالإسلام بأخلاقهم تربيتهم الفاتحون الفاتحون جوا إلى هذه البلاد جوا بالإسلام بالتوحيد بالسنة جوا بالأخلاق الحسنة ساداتنا ساداتنا هل يش قاعدوا سبعة قرون في الأندلس باش هم هم أساتي هم قاعدين قدامي مقابليني أصحاب التاريخ وعلم الاجتماع والناس لي قراتوا كيف سادوا كيف سادوا كيف سادوا في أرض الأندلس والفترة هذه اللي قاعدوا هباء شوفوا المسلمين كيف يتعاملوا البيع الشراء الجوار الأخلاق هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام أسلمنا هذا هو الإسلام أسلمنا هذا هو الإسلام أسلمنا بأخلاقكم تسعون الناس بأخلاقكم تدعون غيركم إلى دين الله سبحانه ولهذا نقول اللهم أدبنا وعلمنا وخلقنا بأخلاق الإسلام وثبتنا على هذا الدين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما